مؤخراً كده وإحنا بنعمل سكرول على السوشيل ميديا لفت انتباهنا صورة غلاف كتاب متدول عليه منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك والغلاف مكتوب عليه حرب الزينن عشرين سبعين دخلنا كده دورنا وفتشنا على الكتاب ولقينا إنها أول رواية رقمية بتتكلم عن سيناريوهات مستقبل الدكاء الاصطناعي وكمان مستقبل التكنولوجيا من مناسبة منا عايز أقولك وأقولي أستاذ المشاهدين إن رواية حرب الزينن كتبها مهندس برمجة مصري وسوفت وير موقيم في الولايات المتحدة الأمريكية تحديداً بولاية تكساس اسمه باش مهندس فادي زويل هو موجود معانا دلوقتي على الهوى عبر تطبيق زوم بنقولك صباح الخير صباح الخير مش عارف مع فرق التوقيت صباح الخير ولا لا لا دلوقتي ساعة ميدنايت يعني ميدنايت يبقى مساء الخير بنبرك لك على صباح الخير عليكم وشكراً على صدافتي بنبرك لك طبعاً على الرواية حرب الزينن ألفين وسبعين كده هنروح معاك في رحلة للمستقبل البعيد أوي ألفين وسبعين رواية علمية جديدة ومختلفة بداية حابين نعرف منك إيه القصة وراء الرواية دي وإيه معنى أي حد هيسمع كده إيه معنى حرب الزينن ألفين وسبعين تمام أنا بدأت أكتب الرواية في عشرين وعشرين وكان الغارض الأساسي أن أنا صلت الدوق على التكنولوجيا الحديثة إزاي هي بتغير الزيال الاجتماعية في مجتمعنا الحالي يعني لو ضربنا مثل كده تشوف التليفون أول التليفون المحمول أو الموبيل فوند أول ما ظهر في سنة سبعة وتسعين تقريباً كان الاستخدام لي أن أنت تبعت ميسج أو تتكلمه دلوقتي تشوف التليفون وصل بنا لغاية فين أنت تقدر تستخدمه تعمل بي فينانشل ترنساكشن بحاجات مالية تقدر تعمل بي ستريمينج لفيديوز تسمع موسيقى تتفرج على البرنامج بتاعك من على التليفون فالتكنولوجيا تغيرت وتصرعت بشكل مزهل دلوقتي بقى مع صغول الزكاء الاصطناعي والتقرب اللي بتحصل طبعاً تقول لكم تسمعه عن ألون ماسك والإعلان اللي أعلنوا أول مبارح إن أول شريحها تم بزرعها في مخ الإنسان التكنولوجيا بتطور بطريقة سريعة جداً وفي الرواية دي أنا حاولت أتنبأ ممكن الحال يوصل بينا اجتماعياً وإنسانياً في عشرين سبعين هيوصل بينا الفين أكيد طيب السيناريوهات اترسمت واتقالت في الرواية عشان مستقبل تطور الدكاء الاصطناعي إحنا بنخاف لما بنسمع كلمة تطور الدكاء الاصطناعي مش عارفة ليه دايماً هل بيبقى عندنا خوف من المجبول ولا بيبقى عندنا حاجة نقلق منها؟ الرواية بقى ألاقيتنا ولا طمنتنا؟ الرواية بتعكس اللي ممكن يحصل بالتكنولوجيا أي تكنولوجيا بتظهر ممكن تستخدم استخدام كويس وممكن تستخدم استخدام سيء تاني ها رجع على الإعلان بتاع إيلون ماسك اللي أعلنه أول مبارح على الشريحة دي الشريحة من أحد التطبقات المهمة لها جداً إن هي تقدر تتوصل مخ الإنسان مع طرف صناعي يعني الناس اللي فقدت أطرفها في الحرب أو في الحوادث أنت عن طريق الشريحة ديت ممكن تصدر بموخك إشارات نيورو إلكترونيكس للأطراف ديت والأطراف ديت تبدأ تتحرك عن طريق الإشارات بس في ناس بتتوقع إن مع الوقت الناس هتبدأ تستخدم النيورو نتوركس ديت في إن هي تعلم الإنسان الآلي يتصرف زينا فهيبقى فيه جيل من الروبوتس أو الإنسان الآلي أو الآليين اللي هما ممكن يتصرفوا بشكل مشابه جداً أو يحاكوا الإنسان الطبيعي وهو ده اللي أنا بحاول أرسمه في الرواية بتاعتي تخيل إن في الظاهرة التكنولوجية ديت أو تقدمت بحيث إن بقى فيه في حياتنا إنسان آلي تقدر تتعامل معه تماماً فتقدر صاحبك تقدر تستخدمه إن هو يشتغل مكانك فالناس ما تضطرش إنها تشتغل أو إن هي توقف حاجة إلى فلوس لأن الإنسان الآلي ده هيعمله كل حاجة ومع تطور التكنولوجي دوت العلماء بيحاولوا إن هما يعملوا حاجة شبيهة بالجنة اللي الديانات بشرت بيها الإنسان بعد الموت فيه حاجة اسمها جنة ونار العلماء دولة بدأوا عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة بدأوا يسيميليت أو يحاكوا وجود الجنة جميل فالذاناً التعبير الإغريقي ده معناه الأجنبي أو المختلف أو الشيء المختلف عن الحاجة المعتادة عليها وهم جيل من الروبط تم تصنعهم علشان خدمة الإنسان الفكرة فادي يعني أغلب كتاب الخيال العلمي أو الروايات العلمية والخيالية الخيالات دي بتتحقق في المستقبل يعني دايماً بيبقى الكاتب والمبدع عنده كده قدرة على التنبؤ ويحصل يعني ما يتنبأ به من خلال كتابته الروائية في الواقع بشكل حقيقي عايز اسألك شوية في الرواية نفسها انت تكلمت انه 2070 وده تاريخ بعيد شوية بتتكلم عن صراعات هتحصل وحالة من الاستقطاب البشري والإنساني والعالم هيتقسم إلى طائفتين أو فريقين طائفة مميزة جينياً عندها ارتقاء جيني أكتر بتنشئ مجتمع مثالي انت سميته أو أطلقت عليه اسم الجنة حابين نعرف ايه التفاصيل أو سيناريوهات هذا المجتمع المثالي بعين المبدع والروائي نعم هو زي ما انت حضرتك قلت بالضبط وعلى فكرة سؤال مهم جداً ان الكاتب لما بيجي يكتب بيحاول يعكس الواقع اللي موجود بطريقة خيالية شوية يعني احنا ما نقدرش ننكر ان العالم حالياً فيه استقطاب جامل جداً وظهر خصوصاً بعد الحرب الروسية الأوكرانية ولقينا ان العالم متقسم الى مجتمع شرقي ومجتمع غربي والغرب بتقدمهم التكنولوجيا بيحاول ان هو يسيطر على العالم يقول ان احنا عندنا احدث اسلحة احسن التكنولوجيا بجانب سيطرتهم المالية الاقتصادية كمان بيحاولوا يهيمنوا على العالم ويكبروا العالم على سياسته وفي نفس الوقت فيه المجتمع الشرقي اللي هو بيحاول يتكاتف ويصد الهيمنة دي فانا حاولت اتخيل ان نتخيل ان في عشرين سبعين هيحصل استقطاب شديد وحيبدأ العالم ينقسم بس مش على اساس سياسي او جغرافي هيبقى على اساس جيني فهيظهر مجموعة من الناس متميزة عندها قوة العلم والتكنولوجيا المتقدمة وفي ناس هتفضل موجودة يعني في مراحل التخلف بتاعتها نتيجة لان جيناتهم فيها جينات قاصرة او معيبة بس مش هيقاسوا وحيبضلوا يقوموا التمييز العنصري ما بين الناس المتميزة جينيا والناس اللي هي عندها جينات معيبة فهل انا بحاول اسأل السؤال هل الناس اللي بتحاول تحاكي الجنة دي او المجتمع الجنة اللي هو فيه كل حاجة بتحصل ومجرد ان انت بتتمنى ومفيش احتياج لان انت تشتغل او ان انت تبذل مجهودة علشان تأمن رزقك او شغلك هل المجتمع ده حكم السعيد فبدأت ازوم عليه شوية او اركز هل ايه النسيج بتاع المجتمع ده اجتماعيا ثقافيا المشاكل اللي بتقبله انا شخصيا الكفادي مقتنع تماما انه مفيش حاجة اسمها مجتمع مثالي كل مجتمع فيه مميزات وعيوب جميل وحتى صلطت الموضوع دوت في التابي رحلاتي مع اوبر 22 رحلة حول العالم وهو عبارة عن رحلات من بلدان مختلفة في وقت ما كنت بسافر بلدان في قرات مختلفة وابدأ اتكلم مع سوائين اوبر على الحضارات او الثقافات المحلية والمشاكل اللي بتقبله وفي ملخص الكتاب بقول ان كل مكان في العالم فيه مميزات وفيه عيوب والشاطر هو اللي يقدر ياخد مميزات المكان ومش بس يقعد يركز على العيوب ونفس الحكاية انا قلتها في مجتمع الجنة طلعت ان فيه مشاكل وعيوب وان الانسان بطبيعته ربنا خلقه بيحاول ان هو يتغلب عن المشاكل يعني مفيش حياة دايما تبقى خالية من المشاكل احنا احنا ويرد او اتخلقنا او تركبنا علشان نتغلب عن المشاكل طيب الزكاء الاصطناعي متخلين ان هو اللي هيقود البشر في الفترة الجاية هو اللي هيوجههم في المستقبل حارك بتتكلم عن تصنيع لفئات من البشر او تصنيع لروبوتس واحنا لسا حارك كنت برضو بتتكلم عن ألان ماسك وازاي بيكلم عن شرائح ممكن تتزرع في جسم الانسان عشان تقدر تابعت يعني سيجنلز واشارات للاطراف احنا شايفين الزكاء الاصطناعي هو اللي ساي زي ما بنقول باللغة الدرجة هو الزكاء الاصطناعي اللي صنعه في الاخر واحد مبرمج هو اللي بيحط الاساس او الفونديشن فهو الزكاء الاصطناعي ممكن يتطور وممكن يحاكي سلوك الانسان بس هو الخوف من ان الناس اللي بتصنع البرامج او الماثودز اللي بيستخدمها الزكاء الاصطناعي هي اللي تحاول تسيطر على الناس عارفة عاملة زي السوشال ميديا او الميديا بشكل عام انت بتحاول تدي رسائل معينة للمجتمع اللي انت فيه والرسائل دي ممكن تكون صحيحة او مشوشة بس انت بتحاول يعني الميديا طول عمرها بتستخدم انها توجه الناس في اتجاهات معينة السجال الاصطناعي ممكن يستخدم نفس الاتجاه برده تمام شمهندس فادي زي ما ذكرت من شوية يعني بدأ ملامح الرواية تتحقق على ارض الواقع يعني اليون ماسك رئيس مجلس ادارة شركة تسلا او ملك منصة اكس بتكلم على زي ما قلتنا من شوية انه فيه ابحات بتحط شرائح او وصلت الى تركيب شريحة في عقل الانسان او زرعة اول شريحة الكترونية في دماغ الانسان انت شايف الى اي مدى الفترة اللي جاية ممكن الواقع يسبق الخيال وتتحقق حاجات كتيرة جدا وسؤالك كمان معلش التاني يعني اي كاتب بيحاب يوصل لاكبر عدد من الناس والجمهور والمتذوقين الادب يعني شايف الى اي مدى احنا عندنا في العالم العربي وفي مصر تحديدا فكرة التواصل مع ادب الخيال العلمي او بالحب نقرأ الخيال العلمي تمام بالنسبة لسؤالك الاول التكنولوجيا بتتصارع بمعدل كبير جدا الفترة الاخيرة دي زي مثلا المثال اللي انا ضربته على التليفون المحمول في العشرين سنة ظهر التطبيقات كثيرة جدا ما كانش حد ابدا يتخيل ان هو ممكن يشتري ويبيع عن طريق التليفون فحيش الزكاية الاصطناعي نفس الحكاية برضو دلوقتي فيه وظيف مهددة ان ممكن تتعامل او يحصل لها اوتوميشن عن طريق الزكاية الاصطناعي انا شخصيا بلمس الموضوع هنا في امريكا كثير ان فيه شغلانات دلوقتي بدأت يستخدموا الزكاية الاصطناعي فيها بس دي برضو تخلق فرص عامل جديدة لانهم بحتاجوا ناس يشتغل تشتغل في انها تنمي مواضيع او تشتغل في تطبيقات جديدة او تطبيقات جديدة تستخدم الزكاية الاصطناعي فطبعا الفترة اللي جاية التصارع هيحصل ان فيه وظائف هتنتهي فيه وظائف جديدة حتى تظهر الناس اللي هتقدر تكوب وث التقدم دوت او التصارع دوت الناس اللي هتقدر بيقولوا اللي هي تتاقلم مع الموضوع دوت بان هي تغير السكيل ساتس او تغير المواهب او بالضبط تغير الحاجات يعني التعليم يتغير السلوكيات تغير بحيث انها تواكب التغير المتسارع في التكنولوجيا ده ساعتها هي دي الدول اللي هتكسب لان هو حيضر يستخدم او الامكانيات بتاعت الذكاء الاصطناع الناس اللي هي هتتأخر وستبدل مستخدمها لحاجات القديمة ومتتطورش هي ديت هتبقى هنا بقى برفلكت على القصة او بحكس القصة بتاعتي انا قولت جينيا بس هنا فيه تكنولوجيا الناس اللي هتبقى متأخرة تكنولوجيا هي هتبقى مش قادرة تواكب بالتصارع التكنولوجيا دوت وهتفضل طول عمرها معتمدة على الناس المتقدمة تكنولوجيا انا هديك مثال بسيط جدا انت اي مكالمة تليفون بتعملها دلوقتي اشتركات كبيرة زي مايكروسوفت او أوراكل او أبل بياخدوا جزء من حضرتك من الفلوس اللي انت تتفحها في تمن الفاتورة او الكارت اللي انت بتش عاملين مغايل بتاعك مجرد ان انت بتستخدم سيستمز النس دي صناعتها او عملتها سوفتوير هم عاملون بتخيل انت في مصر بتتكلم في التليفون مع صديقك لكن مايكروسوفت تعملها بتسحب منك فلوس لان هي صناعت جزء من السوفتوير اللي انت بستخدمها جميل فعشان كده احنا لازم نواكب التكنولوجيا ديت ولازم يعني احنا ماينفعش نعاديها يعني ماينفعش نحنا نقول لا احنا مش هن جميل طب اخيرا متابعة الرواية شايفها ازاي وهل احنا مهتمين بالجانب ده بجانب ادب الخيال او روايات الخيال العلمي في مصر او في العلم العربي وانت عايش بعيد في الولايات المتحدة الامريكية هو انا بتابع طبعا مصر وانا كل سنة بنزل مصر ازور اهلي يعني وكده فهو في مصر بيبقى فيه تريندات يعني فيه كان ادب الرعب كان مسك شوية وكان تيه كتاب بيكتبوا في الرعب وبعدين ظهرت فترة كان الادب اللي هو الاجتماعي وفيه كمان الادب التاريخي ظهر مؤخرا وفيه فترة كان التركيز تقريبا على اليهود او اليهود بتوع اسكندرية والنس زي المجتمع اليهود قبل خلال فترة جمال عبد الناصر يعني وظهرت روايات كتير قوي بالقصدية عن حولين المجتمع اليهودي في مصر انا شايف ان فيه دلوقتي انتقال الى التكنولوجيا او التكنولوجيا والمستقبل وشايف ان فيه كتاب يكتبوا كتابات جميلة جدا انا شخصيا قريت كذا رواية يعني كتاب متميزين لكن بالنسبة للقراية بقى انا يعني حاسس ان كميات القراية لا يعني مفروض الاعلام والمعنيين يشجعوا على موضوع القراءة طبعا كان معرض الكتاب موجود للفترة فادي وانا لسه شغال لغا دلوقتي هل فيه اقبال او لا انتو تقولولي يعني انتو شايفين ان فيه اقبال على معرض الكتاب او لا انا اتمنى ان يكون فيه اكيد انت تقدر تقدر تحدد من خلال السوشال ميديا من خلال اصدقائك اللي موجودين في مصر تقدر تحدد بعيدا عن الاعداد اللي احنا بنقولها احنا اعتقد عندنا رسالة يومية في صباح الخير يا مصر بنتكلم فيها عن الاعداد اللي بتظهر وبنتكلم فيها عن رسائل يومية عن الندوات المختلفة وابرز الكتب والمهتمين بمتابعة معرض الكتاب واحنا كمان هنستنى نعرف مبيعات الكتاب عندك يا مش مهندس ونقدر كمان نتكلم عليها كل شكر لك المهندس فادي زويل مؤلف كتاب حرب زينان عشرين سبعين كل شكر